في خبر انا عايز اشير للاستاذة غادة سامير فيه الاستاذة غادة سامير هي من فريق الاعداد بتاعنا وبامانة شديدة هي من 7 شهور او 8 شهور فاتوا جات قالت لنا يا جماعة ده فيه جروب كده موجود على الفيسبوك او على الفي كاي الفي كاي ده زي الفيسبوك بس اللي موجود في روسيا غريب بيطلب من الناس حاجات غريبة بيعملوا حاجات غريبة فطبعا مش يعني مش هو ده الخبر اللي كان ممكن يعني ساعتا ان احنا نطلع نقول ده فيه جروب على الفيسبوك بيقول حاجات غريبة بس هي كان عندها بعض نظر بصراحة في القصة دي لان الجروب ده هو اللي احنا دلوقتي كلنا عارفينه اسمه الحوت الازرق الحوت الازرق ده يا جماعة على فكرة مش application يعني مش لعبة زي ما الناس فكرت ان انا انا ممكن اخش على ال app store او على ال play store وانزل اللعبة على الموبايل اخش اكتب blue whale او الحوت الازرق وانلاقي ايكون مكتوب عليها الحوت الازرق فانزل الايكون عندي على التليفون او لا مش كده الحوت الازرق ده فكرة concept وجات كلمة الحوت الازرق دي من المهام اللي مطلوبة اعتقد في اليوم ال 14 هحكيلكم ال 14 يوم دول او ال 50 يوم كلهم بيحكوا عن ايه في البداية ده group group على الفيسبوك او على ال vk او اي توصل اجتماعي ممكن يبقى على ال whatsapp على فكرة لانها فكرة مش application يعني حرك لو مسكت تليفون الولد او تليفون بنت عندك في البيت وملقتش حاجة اسمها حوت الازرق ما تقولش الحمد لله انا كده الولد ما نزلش مالوش علاقة ده مجموعة من الناس او هو واحد دارس علم نفس هي القصة كانت بدايتها بواحد روسي عنده 21 سنة خريج علم نفس 2013 عمل الجروب ده علشان هو حس ان هو مفروض يتخلص من الناس اللي ملهاش لازمة في المجتمعات فيموتهم يموتهم من خلال انه يؤثر فيهم نفسيا على مدار خمسين يوم لحد ما في الاخر يخليهم ينتحروا اوكي ده الحوت دي فكرة الحوت الازرق بيبتدي ايه الاول يدخل الطفل معا المجموعة دايما الاطفال لما بيبقوا بعاد عن الاهل وحد يخش يتكلم معاهم وتكلموا معاهم ياخدوا منه يبتدوا التاني دا يهددوا فالولد يخاف يداري بقى عن اهله وعن مامته وعن بابا يداري ما يتكلمش تبقى دي سيكرت لايف او حياة سرية بتاعته تمام الحياة سرية دي بتبتدي ازاي بتبتدي من ان الناس تبتدي هما بيرصدوا بيرصدوا بعض العبارات اللي الاطفال بيكتبوها هو بيستهدف اطفال ما بيستهدفش نس كبيرة في السن عندها وعي ومدركة لا بيستهدف يعني بخليهم تكلم 10-12-13 لحد 19-21-22 سنة تمام دا اخره يعني يستهدفهم من خلال بعض العبارات اللي هو بيكتبها على المواقع التواصل التمعي انه محبط انه متدايق ان مامته وبابا متخنقين مش عارف ايه يبتدي يفالتر ويخش وينقي هو اللي بينقي ناس فيبتدي الاول يبعث له اديني بياناتك انا بحتاج بياناتك كلها ارقام تلفوناتك ارقاء عشان اقدر ببعثلك ارقام تلفون مامتك وباباك شغل مامتك وباباك بيعملوا ايه بعد كده بيبتدي يهددوا بالمعلومات دي يهددوا بيها اول يوم خالص يقول له ايه بيت ولاقك انك انت ايه اتصور سيلفي وانت بتشرت نفسك شرطة مثلا في ايدك حاجة صغيرة بعد كده اقول انك انت موافق على الالعاب دي اه بعد كده صور نفسك بعد كده طيب بص احنا النهاردة هنطلب منك انك انت تسحى الساعة اربعة ونص الفجر هبعثلك فيديوهات على الموبايل افلام رعب او فيديو رعب تتفرج عليه بعدها بيوم يبعثلك موسيقى تسمعها تمام هو كل ده بيشتغل على مخ الطفل بعد كده يبتدي يلعب له يبعث له افلام رعب تاني بعد كده يقول له روح وقف فوق السطوح على الحفة وخليك واقف لا مش حاجة خليك واقف بس بعد كده يرجع يشتغل معاه تاني طيب ارسم على ايدك من هنا بقى جات حتة الحوت الازرق والحوت الازرق دي على فكرة هي كناية عن ان الحوت الازرق في الاخر بيعمل عملية من عملية الانتحار على الشواطئ الحوت الازرق يعني شوف نحنا كلنا في بعض الحاجات الوثائقية الفترة الاخيرة ازاي ان الحوت الازرق ده بيلقي بنفسه على الشواطئ فبيموت فهو نوع من انواع الانتحار فهو ما كابوا من هنا فكرة الحوت الازرق فقال له يبتدي يقول الطفل ارسم بموس الحوت الازرق على ايدك بعد كده يقول له امشي بالموس على العروق بتاعتك بس ما تعورش نفسك قوي يعني عزب نفسك عور نفسك يبتدي الولد ده يعمل الحاجات دي كلها ويصورها لهم عشان يزبط ولاقه وكل فترة بيقولوا هل انت معانا ولا مش معانا هل انت ولاقك لينا ولا مش لينا ودي نقطة مهمة اوي يعني هل انت ولاقك لينا ولا مش لينا دي فيفضل ولد اه 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 حد عايز يخلع يهدده بقى احنا نقول له مامتك نقول له باباك معانا صور ليك معانا حاجات يبتده بعد كده يقول له لأ انت بتكلم مع واحد تاني بيلعب نفس اللعبة اللي هو في هذا التحدي خلي بالكو هي مش لعبة هي تحدي تحدي الحوت الازرق مع نهاية الخمسين يوم الولد بيوصل لمرحلة انه هو بيبقى مخه مخشول تماما وبينفذ كل الحاجة اللي الادمن ده قال له عليها طيب هل انتهت القصة يعني هل لعبة الحوت الازرق دي او التحدي بتاع الحوت الازرق ده خلص خلاص انا عايز اقول لكم الولد ده في 2013 كارية القصة 2016 اتقبض عليه لان كان فيه 130 حالة في روسيا نطوا من الاسطح وموتوا نفسه 130 حالة 130 حالة في روسيا طيب هل القصة دي انتهت لا ليه لان هي زي ما قلت لكم هي فكرة فكرة ممكن تتعامل في اي حتة لازم يتم مواجهتها بشكل كبير جدا لازم انت كأب وكأم دوقتي قاعدين بتفرجوا علينا تشوف يعني اللي ما يشوفش دراع ابنه انه هو معاور نفسه دي يعني دي كارثة يعني الولد معاور نفسه معاور نفسه في شفيته يعني من ضمن الحاجات اللي لازم يعاور نفسه في شفيته فانتو فين انتو فين من الطفل ده وهو بيعمل كل الحاجات دي